بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلاً ومرحباً بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم في هذا الدرس نتلو آياتنا نتعلم تلاوة آيات من سورة الفرقان إلى الآية الواحدة والعشرين إلى الآية الرابعة والثلاثين إن شاء الله تعالى نتعرف على أهداف درسنا أولاً أن يطلب الطالب والطالبة الأجر من الله تعالى لأن القرآن كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة أيضاً من أهداف درسنا أن يتلو الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ولكي نتلو الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء لابد أولاً من النظر إلى الكلمات القرآنية والتركيز على الحركات التي على الأحرف أنظر الكلمة القرآنية بحركاتها أبدأ من الحرف الأول أنظر إلى الحرف والحركة وأقرأ بناء على الحركة الموجودة يعني لا أقرأ حرفاً إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه التأني والتمهل يمكنني من رؤية الحركة وقراءة الكلمة قراءة صحيحة أيضاً من الأهداف أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد أحكام التجويد التي إخذناها نحن وإياكم في دروس التجويد يجب أن نطبقها في دروس التلاوة أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار عند الأحرف الهمزة والها والعين والها والغين والخاء كذلك إضغام النون الساكنة والتنوين في حروف الإضغام المجموعة في كلمة يرملون وهي مجموعتين كما تعلمون مجموعة ينمو إضغام بغنة واللام والراء إضغام بغير غنة كذلك القلب عند حرف الباء لما تأتي النون بعدها حرف الباء نقلب النون إلى ميم ونخفي الميم عند حرف واحد هو الباء الحكم الرابع الإخفاء عند باقي الأحرف وكذلك أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام الأول الإخفاء عند الباء الثاني الإضغام في الميم الثالث الإظهار عند باقي الأحرف سنطبق إن شاء الله تعالى هذه الأحكام أيضا أن يتلو الطالب والطالب الآيات بتدبر وخشوع من أهداف دلسنا لا بد من التدبر والخشوع والتأني والتمهل حتى نستفيد وننتفع بكلام الله عز وجل ونعمل به أذكركم بالأداب أداب تلاوة القرآن أولا الطهارة أتوضى قبل تلاوة القرآن الكريم استعدادا للتلاوة الإخلاص لله عز وجل أنوي بهذه القراءة وجه الله تعالى وطالب رضاه الاستعادة بالله تعالى قبل التلاوة بتأني وتمهل تحسين الصوت بالتلاوة من آداب التلاوة البسملة في أوائل السور إلا سورة التوبة القراءة بتدبر وتمهل وفهم لنعمل بكلام الله عز وجل التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه أقول سبحان الله ثم أكمل التلاوة سؤال الله من فضله عند آيات الوعدي بالرحمة والمغفرة والجنة نسأل الله تعالى من فضله نسأل الله تعالى من فضله عند تلاوة هذه الآيات الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الوعيد بالعذاب أو بالنار نعوذ بالله إذا قرأنا هذه الآيات فإننا نستعيد بالله من عذاب الله وعذابه الآيات التي سوف نتروها إن شاء الله تعالى أولا سوف أقرأ لكم الآية سأقرأ لكم الآية أولا وأنتم تنظرون وتركزون ثم نستخرج بعض الكلمات التي نحتاج إلى بيانها وبعض الحكام التجويدية ثم تقرأون أنتم الآية حينما أطلب منكم القراءة تقرأون بارك الله فيكم استمعوا وانظروا إلى الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن ما قيلا آيات سهلة ويسيرة ألمرجوا منكم الانتباه والتركيز الكلمات سهلة هذه الكلمة لاحظوا الهمز عليها ضمة والزايد تحتها كسرة أنزل لو لا أنزل يقرأوا هذه الكلمة الملائكة بالضم الملائكة من الكلمات التي نحتاج إلى بيانها وَعَتَو وَعَتَو التي بعدها عتو تتشابه لكن النطر يختلف وَعَتَو عُتُوًا كبيرا وَعَتَو عُتُو وَعَتَو الأولى والثانية عُتُو اقرأوا هاتين الكلمتين وَعَتَو عُتُو كبيرا أحسنتم لاحظوا معي هذه الكلمة الملاء يوم يرون الملائكة التي قبلها الملائكة أرأيتم من الحركات تختلف كنفس الكلمة لكن الحركات تختلف ركزوا بارك الله فيكم كلمة حجرا محجورا يقرأوها أحسنتم كلمة هَبَاءً مَّنْثُورا يقرأوها هَبَاءً مَّنْثُورا أَحْسَنتُمْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ لاحظوا مع هذه الكلمة أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ بِالتَّنُوِينَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا هنا مستقرًّا بالتنوين الفتح خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُوا وَأَحْسَنُوا يقرأوا كلمة وَأَحْسَنُوا مَقِيلًا يقرأوها أحسنتم وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ الآن سوف نقرأ الأية يقرأوا معي الآن ركزوا وانظروا وقرأوا أولا يقرأوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا أحسنتم اقرأوا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا أحسنتم يقرأوا معي يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا أَحْسنتم وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَحْسنتم أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا أَحْسنتم الآيات التالية رَكِّزُوا وَاسْتَمِعُوا وَانْظُرُوا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا المُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلْرَحْمَانِ وَكَانَ يَوْمَا إِتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الْذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا أحسنتم الآن تعالوا إلى بعض الكلمات لنبين كيفية قراءة هذه الكلمات لاحظوا هذه الكلمة نبدأ من الحرف الأول تَشَقَّقُوا تَشَقَّقُوا وَيَوْمَ تَشَقَّقُوا يقرأوا هذه الكلمتين أحسنتم الكلمات جديدة عليكم بِالْغَمَامِ لاحظوا الألف الصغيرة نقرأ بها ألف عادية بِالْغَمَامِ طيب الكلمة التي بعدها لاحظوا بالحركات وَنُزِّلَ وَنُوْ بعد أن الزَّاي شده وكسره وَنُزِّلَ يقرأوا هذه الكلمة وَنُزِّلَ أحسنتم لاحظوا هذه الكلمة المُلْكُ أَلْمُلْكُ أَلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقُّ لِلْرَحْمَانِ يقرأوها أَلْمُلْكُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقُّ لِلْرَحْمَانِ أَحسنتم لاحظوا هذه الكلمة اليا فتحة والعين فتحة والضاد ضمه وشده يَعَضُّ يَعَا يَعَضُّ أيضا عندنا المين مفتوحة هنا وَيَوْمَ يَعَضُّ يَعَضُّ اقرأوا هاتين الكلمتين أحسنتم يَقُولُ يَقُولُ اللام عليه الضمه يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ يَقْرَأُوهَا يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ يَقْرَأُوا أحسنتم لاحظوا الألف هنا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا الألف هنا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا بارك الله فيكم سنقرأ الآن الآية تركزوا وقرأوا معي مع الانتباه والتركيز إلى الكلمات لا تنسوا تَشَقَّقُوا وَنُزِّلَ يَعَضُوا هذه الكلمات جديدة ركزوا عليها لما نصل ونقرأها على بركة الله اقرأوا معي التركيز والنظر والقراءة وَيَوْمَ تَشَقَّقُوا السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُ وَيَوْمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا بارك الله فيكم الآية التالية أيضا سنقرأها وركزوا وانتبهوا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكلنا نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا نعوذ بالله من جهنم اللهم نجنا من جهنم ووالدنا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وجميع المسلمين الآن بارك الله فيكم سوف أبين لكم الكلمات الكلمات هنا سهلة لكن نبين أيضا بعضها لاحظوا كلمات يَا رَبِّ إِنَّ البا هنا كسرة فقط لا نزيد عليها فنأتي بالياء يَا رَبِّ إِنَّ يَا رَبِّ إِنَّ يَا رَبِّ إِنَّ يَقْرَوْهَا أحسنتم كلمة نُزِّلَ لاحظوا نون ضم وزاي مكسورة مع الشدة نُزِّلَ يَقْرَوْهَا أَحسنتم يُحْشَرُونَ لاحظوا الحركات يُحْشَرُونَ 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 إِقْرَوْهَا أَحسنتم عَلَى وُّجُوهِهِمْ وُّجُوهِهِمْ عَلَى وُّجُوهِهِمْ عَلَى وُّجُوهِهِمْ إِقْرَوْهَا أَحسنتم الآن إقْرَوْوا معي هذه الكلمات سهلة جداً رَكِّزوا وَقْرَأُوا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا بارك الله فيكم ونفع بكم وصلنا إلى ختام درسنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم إذن يقرأ القرآن ولا تهجروا القرآن فإنه ندم يوم القيامة لمن هجر القرآن يقرأوا من المصحف المرتل أو المصحف المعلم أو المصحف المدرسي لتتعلموا التلاوة المرتلة المجودة إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في درس قادم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته